وزير الداخلية النمساوية للمرة السادسة يواجه اقتراحا بسحب الثقة الداخلية النمساوية تسعى لتجديد قانون اللزوء وتسحبه من 115 سوريا محكمة نمساوية تنظر قضية بشأن تكلفة الانتخابات الرئاسية 2016 تراجع عدد منتهي قانون حظر ارتداء النقاب في النمسا في 2018 ودول الاتحاد الاوروبي توقف العمل بورقة ال 500 يورو والنمسا بعد اشهر السلام عليكم باهم الاخبار وفي التفاصيل قدمت احزاب المعارضة النمساوية الاربعاء اقتراحا اخر في البرلمان لسحب الثقة من وزير الداخلية النمساوي هيربيرت كيكل واجباره على تقديم استقالته وذلك بعد ان شكك في قواعد الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ويعد هذا الاقتراح هو السادس الذي يطرح في البرلمان لسحب الثقة منه وطرحت احزاب المعارضة هذا الاقتراح بعد ان ادلا كيكل بتصريحات عن جهوده لتخفيف قواعد الاتحاد الاوروبي لتسليم اللاجئين المجرمين حيث تسمح هذه القواعد بطرد اللاجئين في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة واشرت فاغنر ان الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان هي بمثابة رفض واضح للحرب والعنف والفاشية وما تزال كذلك كما تم نشر عريضة عبر الانترنت تابعة للحزب الاخضر تطالب باستقالة وزير الداخلية وقام بالتوقيع عليها 13 الف نمساوي يطالبون باستقالة الوزير تعتزم النمسا السعي لتعديل قانون اللجوء في البلاد بشكل يتضمن الزام طالبي اللجوء التوقيع على الحضور في اماكن سكنهم جاء ذلك بحسب ما اعلن عنه وزير الداخلية النمساوي كيكل وقال ان من يمتنع من طالبي اللجوء عن هذا الاجراء سينقل الى اماكن اقامة بعيدة عن المراكز السكنية في البلاد ومن التعديلات التي اعتزم كيكل اضافتها تعديل جديد ينص على عدم استقبال النمسا لطالبي لجوء قدم من دول ثالثة وفي حال مجيء طالبي اللجوء الى مطارات البلاد من دول تابعة للاتحاد الاوروبي ستكون هذه الدولة مسؤولة عن طلب لجوئهم هذا وقد بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة في عام 2018 13500 بينهم حوالي 3000 سوري بحسب اعلان وزارة الداخلية النمساوية كما اشارت الوزارة الى ان سلطات النمساوية سحبت حق اللجوء من 115 لاجئا سوريا في العام نفسه استمرت حملة الانتخابات الرئاسية في النمسا خلال عام 2016 مدة اطول من اي حملات اخرى وذلك بسبب مشاكل في عملية فرز الاصوات التي تفاقمت جراء مظريف خاطئة تم استخدامها في عملية الاقتراع الغيابي وتسبب الوقت الاضافي في اضطرار المرشحين لقضاء وقت اكبر من المتوقع ويود المرشح الخاسر الان ان يسترد امواله واكدت المحكمة لوكالة الانباء النمساوية ان حزب الحرية اليميني قد رفع دعوة يطالب فيها تعويضا بقيمة 3.4 مليون يورو كان قد انفقها المرشح الخاسر نوربيرت هوفر وزير النقل الحالي ومن المقرار ان تتم احالة القضية الى محكمة فيينا الاقليمية في الخامس من نيسان ابريل المقبل اعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن تراجع عدد منتهكي قانون حظر ارتداء النقاب الى 96 حالة فقط طوال العام الماضي واوضحت الوزارة ان فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2017 التي انطلق فيها تطبيق القانون شهدت حدوث 52 انتهاكا الامر الذي يكشف تزايد الالتزام في عام 2018 ببنود هذا القانون وكان البرلمان النمساوي اعتمد قانون حظر النقاب في الاول من شهر اكتوبر من عام 2017 حيث فرض غرامات تصل الى 150 يورو على اي شخص يخفي ملامح وجهه في الاماكن العامة اعلنت غالبيات دول منطقة اليورو التوقف عن استخدام عملة فئة الـ 500 يورو لكن ارجعت كل من المانيا والنمسا القرار حتى وقت لاحق من هذا العام وتوقفت البنوك المركزية في 17 دولة من بين 19 اقتصاد بمنطقة اليورو بدءا من الاحد الماضي عن التعامل بفئة الـ 500 يورو في حين ان كل من بوندس بانك الالماني والبنك الوطني في النمسا ابلغا بانهم في حاجة لمزيد من الوقت من اجل تعزيز عملية انتقال سلسة تجاه العملة الاقل وهي الورقة من فئة 200 يورو والتي ستكون اكبر ورقة نقود من العملة الاوروبية الموحدة ومن المقرر ان تلحق كل من المانيا والنمسا بهم في ابريل المقبل وفي عام 2016 اعلن البنك المركزي الاوروبي التوقف عن انتاج عملة الـ 500 يورو مستشهدا بالعمليات غير المشروعة مثل غسل الاموال والتهرب الضريبي وتمويل الارهاب نهاية النشرة مزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا infograd.com شكرا لمتابعة لقاكم الاسبوع القادم الى اللقاء